تقابلت مع رئيس طائفة إحدى الطواقف المسحية في الشرق الأوسط وقال لي بالحرف الواحد أنت لي بتبشر المسلمين يعني قالها بحالة غضب واستياء فطبعا كان جوابي من شقين الشق الأول أكون أكبر مجرم إذا أنا اختبرت الحق واكتشفت نور المسيح اللي غير حياتي وعارف مصيري الحياة الأبدية ما بشارك هذا الاختبار مع أي شخص آخر والشق الآخر من نفس الجواب قلت له طاعة للرب يسوع المسيح ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس هو طبعا كان خايف وكان يتكلم بصراحة على أساس من بشر المسلمين أنه ممكن هذا يسبب مشاكل ولكن هذه المشكلة ليست حديثة إنها المشكلة القديمة الحديثة في موضوع الكرازة فإذن الرب يسوع طلب من كل مؤمن مختبر مفدي من خلال عمل يسوع المسيح بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات أن يبشر بالأخبار الصارة بالإنجيل المقدسة عن شخصية أو شخص يسوع المسيح ألم يقل يسوع دفع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهب وتلمذ جميع الأمم وطبعا في بشارة مرقص إصحاح 16 قال اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمنوا واعتمد خلص ويستمر يقول هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون فكان جوابي أنه أنا عم بطيع الرب يسوع المسيح وحقيقة أنه أنا ببشر المسلمين لأنه هذا نابع من محبة قلبية عميقة تجاه كل إنسان وأيضا تجاه المسئولية كيف يسمعون بلا كارز إذ الضرورة موضوعة علي فويل لإن كنت لا أبشر في هذه الحلقة رح نتكلم عن مسؤوليتنا في الكرازي رح نتكلم عن أهمية الكرازي ثم رح نتكلم عن بعض العوائق ليه الكرازي ليه الناس مش عم تكرز وطبعا رح نتكلم عن دور الروح القدس ودور الصلاة في موضوع الكرازي أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة عظيمة إلك لأنه رح نلقي الضوء على هذا الموضوع